والآن أحباء نأتي إلى شطر آخر نرى قوة الملك ومؤهلات الملك فيريد أن يرينا البشير متى أن المسيحية ليست مجرد كلام جميل وتعليم خارقة وجميلة لكن أيضا ذات آيات وقوات من خلال شخص المسيح يسوع نعم إن المسيح أسند أقواله بأفعاله وعندما تكلم فعل وعندما وعد تمم إخوتي وأخواتي نرى مؤهلات المسيح يتحدث هنا البشير متى عن سلة سلة معجزات حوالي عشر معجزات وهذه المعجزات تتنوع وتختلف من مكان إلى آخر لكن الشيء الجميل في هذه المعجزات نرى أن رحمة المسيح ومحبة المسيح للجميع فنرى أن المسيح يشفي شخص أبرص والبرص هو رمز للخطية شخص منبوذ ومنكروه سنتكلم عن هذا الموضوع في وقت آخر نرى كيف أنه شفى ابن قائد المئة قائد المئة هو شخص أممي يعني بعيد عن شعب الله ثم أيضا شفى أناس كثيرون لفيهن أرواح نجسة وشريرة اللي بيعتبروا مكرهين ومنبوذين من المجتمع شفى أيضا حمات بطرس إذ أعطى قيمة للمرأة من هذه المعجزات أحبائي نرى عدة برهين أولا نرى برهان لسلطان المسيح الخارق ثانيا نرى برهان للهوت المسيح المسيح هو ابن الله أي كلمة الله المتجسد وأنه برهن بلهوت وأنه القادر على كل شيء يستطيع أن يخلق مثلا أشبع الآلاف من خمسة أرغفة وسمكتين حول الماء إلى خمر في قانا الجليل وهو يستطيع أن يرد البصر ويخلق البصر أيضا فهذا اندل على شيء يعبر عن لهوته ثم أحبائي نرى أنه المسيح الرب أي تصريحاته وإدعاءاته أثبتت أنه هو بالفعل المسيح المنتظر المسيح الآتي إلى العالم ترجمة نانسي قنقر